السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في خضم الأحداث اللي صايرة في تونس وردود الفعل الدولية والبلبلة اللي صارت بخصوص تصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان صارت برشا انتقادت في تونس ومع ذلك ما وقفتش معناها الأمور وما وقفتش التصريحات الأجنبية بخصوص تونس بالنسبة لرشب طيب أردوغان تصريحاته مش أول تصريح هو قبل تكلمة أمريكيا خارجية وفود جرية ميشي جرية الاتحاد الأوروبي فرانسا إيطاليا ألمانيا الأمم المتحدة برشا دول ولكن حتى مرة ما ردت فعل تونس إلا في تصريحات التركية سفير أمريكيا في تونس دونالد بلوم اللي تقابل مع رئيس الجمهورية ووسمه وغادر البلاد خاطر كمل العهداء متاعه أحكيها زيدا كليم من أنه يدعو تونس إلى العودة بسرعة إلى المسار الديمقراطي ويدعو إلى برلمين منتخب إلى غير ذلك هذا زيدا يعتبر تدخل سيفر في شؤون التونسية نلقاه أنه اليوم زيدا بعد حتى ما قابل الرئيس سفير أمريكيا أمريكيا البلاد المتحدة الأمريكية يعني تدعو قيس سعيد إلى العودة بسرعة إلى المسار الدستوري والديمقراطي هذا بشكل واضح اليوم وزارة الخارجية مش سيناتور وإلا يعني مسؤول ديبلوميسي أمريكي وإلا يعني شخصية أخرى في إدارة بايدن لا هذه الخطاب الرسمي بتاع الدولة الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بعد الخضام هذي الكل فهم تصريحات جديدة تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول تونس أيضا أعطى هذا التقرير رسائل إلى تونس وإلى قيس سعيد شنو قال يقول يدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل والعودة إلى المسار الديمقراطي ويحذر من انهيار اجتماعي وارتفاع مخاطر العلم التقرير هذا يتقرير لمجموعة الأزمات الدولية يقول أنه ينبغي على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يطلق حوار سياسي وطني انسجاما مع الدعوات المتكررة من المجموعات السياسية والنقابات والجمعيات ويقول أنه الحوار يجب أن يمضي إلى أبعد من الخطط القائمة مثلا كما المنصة التي أطلقت حديثة للتشاور مع المواطنين على الانترنت يعني لازم تتجاوز الاستشارة الوطنية اللي هو قيس سعيد حاطها يعني هي القاعدة قاعدة الحوار الوطني وعلى فكرة اليوم قيس سعيد في المونستير بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة أزعيم الحبيب بورقي بلا يرحموا قال وأنه الحوار بدأ مع المنظمات وراه بش يشرك الأحزاب فما أحزاب بش تشارك ما عطاش برشة هكا لمحة كبيرة ولكن النقطة هذي تكون ترحنيها قبل زيما قيس سعيد بش يشرك الأحزاب ولا بش يحكي كان مع المنظمات طبعا قيس سعيد اليوم أفصل في الموضوع هذية والأحزاب بش تكون مشاركة فما أحزاب من أحزاب ولا الكل على بعضها ولا الدعوة بش تكون مفتوحة هذية اللي بش نتبعوا تفاصيله قريبا إن شاء الله نرجو لهذا التقرير اللي قولك إن الحوار لازم يشمل نطاق ويسع من التنظيمات يعني تنظيمات حزبية ولا جمعيات ولا مجتمع مدني ولا منظمات يعني هالتنظيمات هذه المهم عنده هالتقرير هذية بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ولازم يتم إجراء الحوار هذية يكون شامل وتشاركي قبل الاستفتاء الدستوري يعني هذا الحوار يشترد تعلينا زيدا هذا التقرير إن الحوار يكون قبل الاستفتاء قبل 25 جويلة ويقول إنه الهدف من هذا الحوار شنو هو يتم تقريب الرئيس من الجهة الفاعلة على الأرض والمساعدة في منع حدوث توترات في تونس ويقول لك وإنه يمنح زيدا صوت أكبر لشرائح أوسع من المجتمع يخلي برشا ناس تشاركوا ومهما كانت معناها الشرائح سواء العمورية ولا الطبقية في المجتمع التونسي هنا التقرير أيضا يقول لك أنه ينبغي أيضا على رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعة المرسوم 117 يعني هذوما قرارات وإلا توصيات موجهين إلى رئيس الجمهورية مباشرة قيس سعيد وفيهم أمر كيف يقول لك ينبغي يعني فما تشديد وإرغام ويعطيك توجهة يقول كي ينبغي عليك يعني لازمك يعني ضرورة يقول لك لازمك تراجع المرسوم 117 اللي اصدر في 22 سبتمبر 2021 بخصوص حالة الطوارئ ويقول لك زي دايين بغي أن يمنح رئيسة الوزراء بودن مساحة كافية لتعيين الوزراء ما عادش أنت اللي تعاين خليها هي تعاين رئيسة الوزراء أعطيها فرصة وأعطيها صلاحيات وخليها تمارس المهام متاحها وما تكونش أنت يعني الرئيس الفعلي لهذه الحكومة يعني رئيس الجمهورية عنده المهمتها ورئيس الحكومة يجب أعطاها المزيد من الصلاحيات والحيز للتحرك معناه مساحة للتحرك يقول زي دا أنه زي دا رئيس الحكومة يقوله رئيس الوزراء من حقها زي دا تحط استراتيجية اقتصادية خطر عندها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا يلازم تخدم مع لي ومعنىها تونس في حاجة إلى هذا القرض هذا التقرير يقولك لازم على شركاء تونس الدوليين الرسميين خاصة الاتحاد الأوروبي والبلايات المتحدة أنهم يخفوا ضغوطهم لتحاشد تسبب في المزيد من الأضرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يقولك أنه إذا ذمون الرئيس بعد إطلق حوار وطني عودة إلى نظام دستوري متفاوض عليه يعني شنو يحب يقولي يقولك لازم يعمل حوار قبل 25 والنظام بعد يرجع للنظام بالتوافق عرفتك الحوارات قبل الحوار الوطني يخرج اليوم سامير دينو مثلا في تصريحات صحفيش قاء قال صفحة البرلمان ما هيش مش تتطوي إلا إما يتحل بالدستور بفصل يعني واضح بالدستور اللي هو بعده ثلاثة شهور لازم انتخابات أخرى أو أنه يعني الحل ما يجيش هكيكة يعني يصير بتوافق اجتماع وحوار وتوافق ويتفهموا على حل البرلمان وقتها ما يسيلش به يقولك زيدا أنه لازم يرجع نظام دستوري متفاوض عليه في خارطه سياسية وشركاء الدوليين لازم يعطيه الأولوية لدعم الاقتصاد التونسي ويقترح هذا التقرير عدد من الحلول مثلا يقولك يمكن الاتحاد الأوروبي معالجة مسألة تحسين إدماج تونس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية واليورو متوسطية يمكن ترجيع فكرة إقامة مؤتمر دولي بشأن تونس وجمع دول مجموعة السبع لإجراء حوار حول تحويل الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية كما زاد يمكن الاتحاد أن يمكن برنامج آلية جديدة للقروض على مدى أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي تشمل مكون اجتماعي مهم في الوقت اللي تدعم فيه التغييرات التكنولوجية أوسي